تمثل خارض الطريق تمثل ميثاق دستوري وميثاق وطني لاستعادة اليمن الشهيد الزعيم علي عبدالله صالح بدأ حياته وهو يكافح ويدافع عن النظام الجمهوري منذ قيامة الثورة اليمنية عام 1962 ودافع وناضل وحافظ على النظام الجمهوري وعلى الديمقراطية وعلى اليمن وأسس ووحد اليمن الحديث وكان باني الوحدة واختتم حياته بنهاية الأبطال كأول زعيم عربي يختار نهاية مشرفة لحياته ولمسيرته السياسية والنظالية فقد استشهد وهو يدافع عن النظام الجمهوري يدافع عن حرية وكرامة وعرض كل يمني الزعيم ورفيقه الأبين قدم دمائهما وضحيه بأنفسهما من أجل الوطن من أجل اليمنيين ويجب أن لا تنهب هذه التضحية هباء منطورة يجب على الجميع أن يعتبر وأن تعتبر ما قدمه الزعيم يجب أن نبادله الوفاء بالوفاء وأن نتزم بوصاياه وأن نعيد تسميته اليمن السعيد يجب على جميع أبناء الشعب اليمني أن ينتفضوا أن يطالوا بحقوقهم أن يرفضوا الإملاءات الحوثية أن يرفضوا القرائم التي ترتكب حقهم سواء في الشمال أو في الجنوب وعلى اليمنيين أن يرفضوا كافة المشاريع الضيقة والمشاريع الصغيرة والجماعات الطارئة التي لديها أهداف أخرى الالتزام بالوصايا عبارة عن رسالة واضحة وخارج الطريق مهمة جدا يجب علينا كيمنيين أن نلتزم بها وأن نحذو حذوها